والله انا فرحان المستوى ما شاء الله حلو الحمد لله قريض في شهر فبراير 16 عمل وفي شهر مارس 12 عمل باجمالي 28 كتاب في شهرين فانا شايف الحقيقة ان ده انجاز ورحم كواس جدا جدا الحقيقة فتعالا اديلك فكرة عن كل كتاب فيهم وإيه اللي عجبني وإيه اللي ما عجبنيش يالا بينا عودة كده الى سلسلة القراءات الشهرية المجمعة بقلنا كتير موقفين الموضوع ده فانا قلت عشان من الوقتش متأخرين نعمل اثنين وثلاثة مع بعض بحسب اربعة اللي احنا فيه دلوقتي هو اللي فاضل عندنا ينزل في خمسة ان شاء الله ونبقى ماشينا على النسق المعتاد بدعنا ان الشهر بينزل في الشهر اللي بعديه فاجهة زوجمد معايا كده لفيديو طويل جدا هنتكلم فيه على ثمانية وعشرين عمل رواقي وغل رواقي كتب صوتية عمل مترجمة كوميكس حاجات كتير قوي حديرك بريف صغار عن كل واحد فيهم ايه اللي عجبني ايه اللي ما عجبنيش برشح لك ايه وهكذا زي ما احنا متعودين ولكن اللوح يضافي الاقوانة الاخيرة انخفاض رهيب في عدد المشاهدات اللي هي كانت ضيعة اصلا يعني فايه الموضوع يا جماعة بقى حدش بيتفرج ليه ومحدش بيشار ليه شايفين المجهود وشايفين الانتظام اللي احنا فيه احنا الحمد لله منتظمين حتى في شهر الرمضان المبارك بننزل باثنين فيديو بشكل سابت يوم لاثنين ويوم الجمعة برغبة للتشغال في الايبادات وما الى زلك فشوية دعمي حلوين كده ربما انا مش بخير الحقيقة النقاط المعتادة بسرعة جدا قبل ما نخش فيه ترتيب القراءة ان شاء الله احنا نتكلم عن الكتب بترتيب قراءتي انا الشهرية ليها يعني اول كتاب انا هتكلم عليه هو اول كتاب انا قريته والثاني والثالث وهكذا معظم هذه الاعمال لها مراجعات منفصلة اي اما عمل واحد في الفيديو او اثنين بحد اقصى في كل فيديو حسب لك لينكات هذه المراجعة في الديسكريبشن والكارد من هنا للمزيد من الاستزادة في التفاصيل معظم الكتب اللي موجودة في هذا الفيديو موجودة على تطبيق اي ريد لو عجبك اي حاجة من الكتب او اي كتاب تاني تقدر تخش على اللينكات اللي موجودة في ديسكريبشن هذا الفيديو تختاري الكتاب او اي كتاب انت عايزه والدخل الكود اللي موجود برضه في ديسكريبشن هذا الفيديو تاخد خصمه 15% و توصيل لحد باب البيت ويتعالى بقى ننزل تحت قراءات شهر مارس ونبدأ بفبراير الاول وليكن سؤال الحلقة من دلوقتي بعد ما نخلص فرجع لهذا الفيديو ايه العمل اللي موجود في فيديو النهاردة مالوش مراجعة مفاصلة تحب ان احنا نعمل له مراجعة مفاصلة بتفاصيل اكتر ولي في التعليقات وانا بعد الفيديو ما اخلاص هنزل نكمل كلامنا ونبدأ باول القراءات في شهر فبراير وهو كتاب الاثيا تعليف مهندس مصطفى السيد واصدار دار كتبنا للنشر والتوزيع كتاب ممتع جدا بيقدم مجموعة من الافكار لطيفة جدا وهي مجموعة من المقالات اللي تتكلم على حاجات خارجة عن تفكيرك عن خيالك حاجات انت تعتقد من قرائتها او للوهلة الاولى انها خرافات او خيالات ولكنها وقائع وبالادلة الالمية المثبتة في اكتر من خمسين مقال بيكلمنا على حاجات غرائبيات وخوارقيات باسلوب قريب كده من اسلوب دكتور نبيل فاروق اللي اول من تناول هذه الاشياء في وطننا العربي بيقدم لنا غرائبيات زي الرواية التي تتنبأت بظهور السفينة تيتانيك وغرقها وتفاصيل بنائها بالزبط وبالصنطي وبالملي وبالمقاصات قبل عملها با 14 سنة بيكلمنا عن بلدة مساحتها خمسة كيلو متر عايش فيها ألف شخص ومدفون في أرضها أكتر من مليون بيكلمنا عن حيلة التنويم المغناطيسي اللي كشفت السفاح تيتبنتي أعظم وأقوى السفاحين في تاريخ العالم لحد دلوقتي بيكلمنا عن التوأم اللي انفصلوا وهما رضع وما تقابلوا شجار لما كان عندهم 39 سنة ومتطابقين في كل شيء حتى نوع السجاج اللي بيشربوها مقالات مقالات وتفاصيل تفاصيل تتروح بين الخوارقيات وجغرافيا والتاريخ وإلم الأحياء وإلم الفيزياء وكمان الهندسة كتاب ممتع جدا وخارج عن نطاق قراءاتي واستمتعت بي للغاية تانية حاجة رواية عندما يعزف الشيطان تأليف اليوتيوبر والكاتب دلوقتي يحيى عزام إصدار دار نون عمل بيقدم لنا يحيى عزام بعيدا عن مجال اليوتيوب اللي هو ناجح فيه ومكسر الدنيا بيقدم لنا يحيى عزام ككاتب والحقيقة وبرغم إن في بعض الأخطاء التقنية البسيطة والممكن تجاوزها الحقيقة لكن يحيى بيثبت إن هو كاتب وكاتب كويس ووقف على أول السلم بمنتهى القوة بيقدم لنا رواية وقفة في منطقة وسيطة ما بين الدستوبيا والخيال الإلمي ولمحات قوية جدا من أداب الرعب وده الحقيقة مخالف تماما عن الفكرة لأنه كنت أخذها عن يحيى برغم إن يحيى بيبان فعلا في الفيديوهات اللي هو بيقدمها إن هو مثقف وعلى الجانب كبير من القراءة والقراءة المختلفة عن موضيع الروايات الحقيقة ولكنه بيميل إلى الهزل أو الكوميديا السوداء في فيديوهاته بيميل إلى النقد اللازع ده موجود فعلا في العمل ولكن الحقيقة إن العمل مختلف تماما شديد الجدية وإن كان فيه هزل برضو فيه قتامة شديدة جدا بيبين لك إن الإنسان جواش الرير طول الوقت وده نجح فيه برغم إن هو كاتب مبتدئ زي ما قلنا وهي أول أعمال الرواية إن هو يدي لك الشخصية الرمضية يقدم لنا شخصيات مختلفة شوية برغم إن الفكرة مهروسة عالم وفيروس وطفيله ممكن يستغل في الخير وممكن يستغل في الشر العيوب الحقيقة اللي موجودة في هذا العمل بعضها على يحيى وبعضها بعيدة من إيدين يحيى خالص وفضل لنف التفرج على هذا الفيديو أشاب بنجاوب فيه على سؤال مهم هل يحيى إن في الوانسر عمل كتاب ولا العكس برغم إن الناس دلوقتي في الوقت الحالي في شهر رمضان شبعان دراما تلفزيونية ما بين الخيانة والغدر والخديعة والخيانات العائلية والحرب على الورث والثقر وما إلى ذلك ولكن الحقيقة في توييد قراءتي لهذا العمل أنا كنت محتاج أفصل عن القراءات اللي أنا كنت بقراءها فلقيت العمل ده بيناسب زياقتي جدا بلغة سهلة وبسيطة بعيدة عن استعراض العضلات والكالكاعة على الإطلاق بنقدم حبكة من دراما تلفزيونية مكتوبة مقرؤة متشافة مسموعة عن حبكة اجتماعية رومانسية أيما عن حبكات دخلة جوه حبكات وشخصيات بتتقاطع مع شخصيات من صعوبة التعاون مع هذا العمل إن زي ما بيقولك كده الحبكات دخلة جوه بعضيها والحبكة بتسلم حبكة والشخصية بتسلم شخصية فتلاقي الشخصية موجودة في الحبكة الأولانية أو جوه دائرة تحت الحبكة الأولانية وهي نفسها بتكون حبكة أو دائرة لوحدها والدائرة لوحدها دي تسلم جوه شخصية جواها ونفضل في هذه الدوامة حتى بنخلص من آخر الرواية ونكتشف فعلا إنها صالحة إنها تتحول إلى عمل درامي بمنتهى السلاسة والسهولة آخر مصادرة إلى أبوي الروحي وأكتر من أثر في تركيب دماغي صحفي شاب بارع في الفيزياء بيعمل مهمة عبر الزمن عشان يتعرف على الميرانتي اللي بنكتشف في أحداث هذه الرواية وده مش حرق الحقيقة لأن كل الناس المفروضة عارف الكلام ده هو ابن ماجد أسطورة البحار بنعرف منها تفاصيل تاريخية مهمة جدا ولكن الحقيقة العمل ده موجه إلى الناشئة فبيقدر يقدر يقدم الكلام ده بأسلوب مرقق شوية بأسلوب خفيف بلغة سهلة وسلسة ونعمة من غير تفاصيل أو كالكعات ملهاش لازمة الناشئ مش هيبقى محتاجها دلوقتي أنا قريتها عشان عليها اسمح مدخل التوفيق ممكن لما أنت تيجي تقرأها وتبص لها بسنك أنت دلوقتي تحس إنها بسيطة زيادة عن اللزوم ولكن تذكر الفئة المستهدفة من هذا العمل والدليل على الكلام ده موجود في الباجل على الغلاف الرواية الحائزة على جائزة أدب الطفل مصطفى عزوز لسنة 2018 هي زي ما قلنا موجهة للأطفال والناشئة ولكن مدام عليها اسم العراب لازم تتقلم العمل التالي والحقيقة الترشيح الأول بالنسبة لي أنا لأي حد عاز يبدأ يقرأ في أدب الرحلات كتاب عن الإشخ والصفر للكاتبة نوها عودة عن دار كتوبية نوها هنا بتعمل خدعة والخدعة دي وقعتني أنا شخصيا فيها برغم إن انت عارف إن أنا محترف قراية وبقرأ بقالي سنين طويلة ويلي ويلي وكل الكلام اللي احنا تعبنا من كترة من قوله ده واللي انت تعبت من كترة ما بتسمعه إلا إن الكاتبة بتقدم لك العمل على إنه هو أدب رحلات ولكن وانت ماشي في العمل بتكتشف إن العمل عبارة عن رواية تمشي أدب رحلات وتمشي مقالة وتمشي قصة قصيرة فهي بتبدأ ببداية ووسط ونهاية وجوه الكلام ده بتقدم لك لغة قوية بسيطة مناسبة لهذا النوع فما فيهاش استهراض ما فيهاش أنعرى باللغة إن صح التعبير بتقدم لك المعلومة التاريخية لجوه سياق الحدوتة بتقدم لك صور تناسب هذا الكلام بتنقلك ما بين ثلاث أماكن رئيسية وهم الثلاث محطات في عمل النهاردة ما فيش ما بينهم أي رابط غير إلا إيلا اللي تتنقل في هذا المكان وهي عائلة الكاتبة وزوجها وأولادها فاحنا بنروح فينيسيا نتعرف على أهم الصناعات هناك والحاجات الأثرية والتاريخية اللي غيرت مصاري التاريخ وطرية التفكير بنروح سريلانكا ونشوف المسج ما بين الحضارات هناك بنروح الأردن الحبيبة ونتعرف على أشهل أكلات وأجمل الرأسات أنا عملت في هذا الكتاب تجربة أنا شايف إنها حلوة جدا في المسج ما بين نوعين من القراءة عايزك تروح تتفرج على الفيديو ده وتقول لي إيراي الكتاب التالي حكاوي بتوقيت القاهرة تأليف فريق كايرو طايم إصدار دار دون النشرة التوزيئة فريق كايرو طايم هو فريق بيقدم فيديوهات وسيارة بتقدم معلومات مركزة على الفيسبوك وعلى يوتيوب الكتاب ده تجميع على شوية مواضيعهم ومتكلموش عليها في الفيديوهات موجودة هنا في الكتاب على هيئة سكريبتات وبيسألك في آخر الكتاب تحب إيه من الحاجات اللي موجودة في الكتاب ده تشوفها أنت معمولة على هيئة فيديو مأخذي الوحيد على هذا الكتاب إنه هو مكتوب بالعامية المصرية ولكن لما تفهم الفئة المستهدفة من هذا العمل هتفهم إنها كانت متناسبة مش بالنسبة لي آه ولكن بالنسبة للفئة اللي الكتاب ده المفروض يروح لها وهي الفئة اللي ما بتحبش القراية الفئة اللي عندها استادات تشوف عمل مكتوب بيقدم نفس الكلام اللي هم كانوا بيقولوه في فيديوهاتهم بنفس طريقتهم الخفيفة اللذيذة السريعة والربط ما بين التفاصيل زي إيه أصل الكلمة كيمت التحطيب جمنين مين هي لطفية النادي وليه هي مصدر شرف وفخر لكل المصريين إيه الشرائين اللي موجودين في القاهرة جنب بعض ومتجاوران ولكنهم في الحقيقة متحاربان ومتضدان تاريخيان تفاصيل تفاصيل وبيتعمدوا طول الوقت إنهم يحطوا لك صور كتيرة بتتغير حجمها تبقى لنوع المقال اللي احنا بنتكلم فيه عشان يدمج لك ما بين فكرة الصوت والمعلومة زي ما هم بيقدموها في الفيديو أرض الجربان أحمد عصام الدين إصدار دار كيان نوفيلة صغيرة جدا صعبة جدا فلسفية جدا تنتمي إلى فئتين متضدطين وهي الفلسفة والفانتازية الكاتب بيقدم فيها رواية جواز في المقام الأول بلغة قوية مقعرة صعبة تقيلة تخاطب قارئ ناضج للغاية بيقدم اسقطات فلسفية عن الماضي والحاضر والمستقبل والوعي واللوعي والخير والشر عمل من أمتع ما يكون ومن أعمق ما يكون وعيوبه قليلة جدا الحقيقة وأطمح أن أنا أشوفه في قائمة جواز لأنه بمنتهى السهولة ممكن يخش قائمة طويلة وقصيرة وربنا يكرمنا ويفوز كمان الحقيقة أن العمل قوي جدا دسم جدا ومركز بل شديد التركيز ما ينفعش تشيل منه صفحة واحدة ولا حد جملة واحدة أوعكون هنجد مني أجمد كده أجمد نحن لسه قدامنا فيديو طويل قوي يمسك نفسك خالد المؤزن على الضفاف الأبدية إبهار للنشر والتوزيع أول حاجة شدتني في هذا العمل هو اسمه على الضفاف الأبدية تضافر هذا الكلام مع الغلاف الجذاب جدا الغامض جدا والحقيقة أن أنا لقيت الكلام ده معكوس جوا العمل فالعمل قايم على الغموض والتجربة الثرية والدمج ما بين حاجات أنا لم أرى أنها اندمجت قبل جدا يعني المعتاد أن فيه مانجا بتبقى شهيرة جدا في أمريكا مكسرة الدنيا بتتحول إلى أنيمي أو أنيميشن ولكن الحقيقة أول مرة أشوف دمج ما بين الأفكار الموجودة في الأنيمي وما بين فن الرواية فالكاتب بيقدم أفكار غريبة ومختلفة ما بين التضحية والعقود مع الكائنات الخارجة عن المألوف ما بين السيطرة والإخضاع والأمر والنهي بيقدم أفكار عن التنمر بيقدم أفكار مختلفة عن ثقافتنا ولكنها موظفة بشكل جيد وبلغة عربية لطيفة جدا الحقيقة وبرغم ضخامة العمل اللي تتجاوز الربعمائة صفحة إلا أن أنا مزهقتش منه من أوله لآخر ونازل كتب الجزء الثاني للناقد السينمائي والأدبي والصحفي محمود عبد الشاكور في الجزء الأول اللي أنا حبيته جدا جدا ورشحته لكم أكتر من مرة بيقدم محمود عبد الشاكور قراءاته هو مراجعاته للكتب والروايات اللي هو أعجب بيها في ثلاث أقسام الرواية المصرية والرواية العربية والرواية العالمية وفي الغالب حاصلة على جوائز بيتناول فيها جانب من مدارس نقد مهمة جدا أنا بغفل عنها وهي اكتشاف الجماليات لب الموضوع إزاي تطلع الحلو اللي في العمل أنت عارف أن أنا مش وصنف نفسي القناقد على الإطلاق ولكن أنت بتصنفني ده وبرغم قراءاتي في مدارس النقد إلا أن أنا بغفل فعلا عن موضوع الجماليات أوقات لما العمل بيبقى فيه عيوب كتيرة أو مشاكل كتيرة بيضيع مني مفاتيح جماليات العمل محمود عبد الشاكور بقى بيقدم الكلام ده في الجزء الأول وفي الجزء الثاني بلغة سلسة جدا وفي منتهى العذوبة ولكن الجزء الثاني الحقيقي بيخرج شوية عن الإطلاق اللي احنا اتكلمنا عليه في الجزء الأول بأنه بيقسم الكتاب لخمس أقسام فبيتكلم في الجزء الأول على روايات مصرية وعربية حنلاقي زي صالة أورفانيلي مثلا أفضل رواية في معرض الكتاب عشرين وواحد وعشرين حنلاقي بيتكلم على مكتة القاهرة اللي في القائمة القصيرة لجائزة البوكر دلوقتي اللي أنا شخصيا أنت نبقت لها أنها هتخش بالجائزة وبرضو أحتاج مراجعة بتاعتها موجودة في الديسكريبشن وفي الكارد وأعمال تانية كتيرة بتعتبر في نفس التوقيت عبارة عن ترشحات من كدر ما هو بيقدر يطلع لك الجماليات اللي فيها في الجزء الثاني برغم أن اسمه شخصيات وأماكن إلا أنه بيتكلم على كتب غير رواية بتتناول الشخصيات والأماكن فهنلاقي بيتكلم مثلا على كتاب بيحكي قصة حياة عبد المطلب بيتكلم على كتاب عن الأيام الحلوة فقط بتاع إبراهيم عبد المجيد ربنا دي للصحة في الجزء الثالث بيكلمك على أعمال مترجمة زي يوميات وجيه غالي زي نفوس معقدة وفتاة السر وجوندي السلحفاء في الجزء الرابع بيتكلم عن حاجات خارجة عن التصنيفات اللي تكلمنا عليها قبل كده وهي اسمها تجارب ودراسات كتب برضو ولكن برا التصنيفات دي في الجزء الأخير بيتكلم على مجموعات قصصية زي همس النجوم بتاعت نجيب محفوظ رأي الحبيب محمد المخزنجي الكبير مخاوف نهاية العمر اللي العظيم عادل اسمت وغيرها كتاب أكتر من رائع لو أنت بتحب الكتب اللي بتتكلم عن الكتب لو أنت عايز مراجعات مركزة ومقالات شديدة الدقة عن أعمال بتتناول حاجات مختلفة لو أنت عايز ترشيحات في كل المجالات اللي احنا تكلمنا فيها الاثنين دول بقى ممكن نتكلم عليهم مع بعض إنهما كانوا في فيديو واحد والاثنين ريليتد لبعضه والأعمال المشتركة والحاجات المشتركة ما بينهم قريبة جدا الاثنين دول هما الأعمال الكوميكس النوار الصادرة عن دار المحروسة اللي فتحت بيهم فكرة ترجمة الأعمال اللي عبارة عن كوميكس إيرا العربية زي ما قلنا الاثنين من دار المحروسة والاثنين ترجمة محمد عبدالله سامي والاثنين عبارة عن قصص لبتمان بالأبيض والأسود الكتاب الأول هو المزحة القاتلة والكتاب الثاني هو عودة فارس الظلام المزحة القاتلة بيتكلم على شخصية الجوكر بشكل رئيسي وبتمان فيها ضيف شرف بيتكلم على تركيبة الجوكر وفكرة فلسفية مهمة هل الإنسان الخير لو وقع تحت ضغط مدمر لكل الناس اللي حواليه وليه هو شخصيا هل هينقلب للنحية الثانية ولا لا أما عودة فارس الظلام فهو بيتكلم في فكرة دستوبية مستقبلية ما بقاش فيه أبطال ومعظم هم اعتزلوا ماذا لو بتمان بالتحديد اعتزل إيه اللي حيحصل للعالم لو بتمان عجز وبطل يشتغل الكلام ده كبتمان يعني واكتفى بدور المليونير وقدمى نشور بالخمور وساب العالم أو بالتحديد مدينة جوثام تحتلها المسوخ وتسيطر عليها حكومة وشارع إيه العامل اللي هيخليه يرجع تاني إلى الأرض ويبدأ في تنظيف المدينة وإيه العامل اللي هيخليه يحتك بشخصية سوبرمان ويحصل ما بينهم معركة قوية جدا كانت الإلهام إلى المخرج زاك سنيدر في فيلم بتمان في اس سوبرمان دونف جاستس رواية الحي الإنجليزي تأليف حمد إليوة إصدار ضرور وقت النشر والتوزيع في معرض الكتاب نقدر نقول بمنتهى الاقتصار إن الحد هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها أنا وانت هذه الرواية هي أفضل رواية في 2022 ولو من أفضل عشرة فهي فيهم لو من أفضل خمسة فهي فيهم رواية في 400 صفحة من المتعة الشديدة واللغة القوية جدا ولكن مش هو ده محورها محورها هو تقديم رواية مكان بتتناول الحي الإنجليزي أو منطقة المعادي من تمانينات القرن الماضي لحد منتصف التسعينات تقريبا من خلال قراءة أكتر من 30 شخصية مختلفة الشخصيات دي هي اللي بتقدم لنا التحول السياسي والمجتمعي ونعكاس الكلام ده على شكل المكان نفسه الانتقالات اللي مر بيها المجتمع المصري في هذا التوقيت الانفتاح التصالح الإسلام السياسي شخصيات خارجة عن نطاق الكتابة الأدبية اللي التجسيد والتجسيم إلى حد التمثيل شخصيات من لحم ودم متصورة بكاميرا فيديو بتنقل ناس حقيقية ناس موجودة حواليك جوها الخير وجوها الشر شخصيات رمضية في أغلبها ما فيه شخصيات إكستريمة ما فيه شخصيات بيضة أو شخصيات سودة عمل متأثر بشدة وغير متطابق أو منقول من أعمال علاء الأسواني بيمزج ما بين علاء الأسواني وما بين نجيب محفوظ في خلطة بيقدمها شاب أدي في السن بالزبط من مواليد سنة 83 الحقيقة أنا زي ما قلت في مراجعة هذا الفيديو أنا كنت فاكر أن أنا بعرف أكتبه ولكن طول الوقت بتجي لعك حاجات بتهز قناعاتك الراجل ده قدر يهز قناعاتك مجموعة نهاية العالم وقصص أخرى من الخيال الإلمي تأليف أحمد عبد الله وإصدار در كتبنا للنشر والتوزيع مجموعة قصصية زي ما هو باين من اسمها بتكلم في الخيال الإلمي بس بتقدم 18 قصة تتروح ما بين الطول والقصر بلغة لطيفة جدا متناسبة مع العمل بيتكلم فيها الكاتب على حاجات كلها لها علاقة بالخيال الإلمي بالدستوبيا ما بعد المحرقة أو الأبوكليبس بيمزج فيها ما بين الحاجات اللي فيها خطوط حمرة وما بين الخيال الإلمي عبدت المسيح يأجوج ومأجوج وغيرها بزي ما أنا قلت كده برغم أنها عمل الكاتب الأول إلا أنها بكل جدارة استحقت المركز اللي أنا قدمتها فيه وهو ترشحات في مجال القصة القصيرة الخيال الإلمي في الفيديو اللي موجود في الديسكريبشن وفي الكارد من هنا آخر أعمال النهى داود جريمة العقار 47 المصرية اللبنانية الرواية بتقدم حاجة اسمها رواية بوليسية اجتماعية أو دراما اجتماعية بوليسية وده اللي بتقدمه نهى داود في كل أعمالها ولكن في العمل ده هي بتدخل معانا عنصر جديد وهو الواقعية السحرية أو القرائبية بطلة الرواية صفاء عندها مشكلة أقرب ما تكون إلى الاجتئب بتتعالج منها من فترة وهي ربة منزل مسؤولة عن بيت زوج وأولاد بتلاعي على تليفونها تطبيق غريب بيسمح لها أنها تقرأ الحالة الشعورية للناس اللي حواليها بتحصل جريمة قتل في المكان اللي هي عايشة فيه هل التطبيق حيساعدها على تقديم ده ولا لا الاجتماعية والشخصيات الحية الحقيقية هي مفتاح هذا العمل الموقف المؤثرة اللي انت مرد بيها هي مفتاح هذا العمل مش الجريمة والبحث عن القاتل على الإطلاق وختمها مسك زي ما بيقولوا أقصى من الموت بتاع الرعب محمد أسمت إصدار درنون لنشرها التوزيع أقدر أقوله زي ما قلت في مراجعة هذا العمل أن هذه الرواية هي أفضل رواية رعب أو الأكثر رعبا أنا قريته في 2022 لحد هذه اللحظة محمد أسمت بيقدم نفسه فيها بشكل مختلف بيروح لمنطقة جديدة عليه وهي الرعب الشرقي الجن والعفريت والتعويز والتلاصم المنطقة دي زي ما تكلمنا أكتر من كده ليها أساطين ليها ناس مسيطارين عليها تماما هل هينجح محمد أسمت أن هو يقدم نفسه فيها؟ بكل صراحة أقدر أقول أنه هو النجح وبمنتهى القوة يعني هم بل بقاش يطور نفسه لا ده بقى بيتقدم بخطوات كبيرة جدا في عالم الكتابة فحتلاحظ مثلا احتفاظه بالحاجات القوية اللي هو بيعرف يقدمها طول الوقت زي المشهد صفرة اللي بيعرف يقدم القارئ فيه للحبكة والحبكة للقارئ فحتلاقيه هنا بمنتهى القوة حتلاقيه بقى بيطور من نفسه في الحاجات اللي هو كان بيشتغل عليها في اللغة مثلا فحنلاقيه هنا بيقلل من الحوار إلى درجة أنه فيه صفحات كاملة كلها عبارة عن سرد حنلاقيه طور من الوصف إلى درجة جميلة جدا فحنلاقي وصف المكان والأسر المهجور والتعويزة وطريقة عملها وصف الشخصية بتاعة البطلة ودي لوب وتاج هذا العمل طريقة كلامها وحركتها الهدوم اللي تتبسها في البيت وبرى البيت انفعالتها وإيه المشكلة النفسية اللي عندها رواية من أمتع ما يكون وشاهد حقيقية على تطور قلم محمد إسمان ونخش بقى على قراءات شهر مارس وهحاول أن احنا نختصر فيها لأنهم أصلا مش كتير قوي ونبدأ بحاجة مش معنا هنا وهو كتاب عمالي قنائمون من إصدار دار المحروصة وسمعته صوتيا على تطبيق ستوريتل اللقاء الصوتي كان ممتاز جدا والكتاب كان مكتوب بطريقة حلوة والترجمة كانت ثالثة جدا وما كانش عندي فيها أي مشاكل مشكلة الحقيقية كانت في كتابة العمل نفسه برغم فكرة العمل المستهلكة جدا إلا أن أنا كملتها عشان مكتوبة حلو فالفكرة وحشة ولكنها مكتوبة حلو جدا فإحنا بنتكلم في أمريكا عن حدث غريب جدا علمة متخصصة في مجال معين من الفيزياء بتكتشف أجزاء متفرقة من عمالقة ضخمة جدا آلية موجودة بطريقة مختلفة عن اللي احنا نعرفه دلوقتي بمعدن مختلف ومكتوب عليها بلغة مختلفة الاكتشاف ده بدأ معها من طفولتها وهو ده اللي خليها تتخصص في تخصصها الحالي بتكلف من قبل الحكومة الأمريكية أنها تجمع أجزاء هذا العملاق أو للدقة العملاقة الآلية فبتبدأ توظف إمكانيات الجيش الأمريكي المهولة جدا تبقى لتسويق العمل عشان تخترق الحدود الروسية وتروح تركيا بل وتنزل تحت البحر وتجمع أجزاء هذا العملاق وتستعين بعالم محترف في اللغات وقائدة طيارات محترفة غريبة الأطوار تطورات الشخصيات فيها حلوة جدا بلدرجة أن هناك شخصية عندنا بتنقلب من الخير للشر ومن الشر للخير وبتقنعك بدأ تحولات غير منطقية للأحداث ولكنها مقتنعة ومقصوب بها جدا زي الشخصية التي تحولت حرفيا لصايبورج كتابة الرواية نفسها أكتر من جميلة لأنها مكتوبة بالكامل من أولها لأخيرها على هيئة تقارير يئمة إيميلات يئمة تقارير الأبطال اللي بيكلموا من خلالها يئمة عميل سري غامض ما بنستكشفش أمره لحد آخر صفحة في الرواية ولكن البلوت نفسه الفكرة نفسها قال يعملق بنسوقه عشان نواجه بيه الأخطار الفكرة مداسة من أيام جيرانديزر ومزنجر في تمانينات القرن الماضي فبرغم الكتابة العظيمة إلا أن أنا مش شايف أن الفكرة مبهرة للدرجات دي على الإطلاق ومش أدر أفهم سر النجاح الغريب اللي عامده العمل ده بره الحاجة الثانية اللي أقريتها هي الكتابين الجزء الأول والثاني اللي هما الجزء الأول من ملحمة كثيب أو كثيب ترجمة العمل الإنجليزي دون تأليف فرانك هيربرت وترجمة العظيم جدا 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 نادر أسامة لو ينفع نقول إيه هي أفضل الترجمات لنا قريتها لحد دلوقتي فأكيد العمل ده هياخد المركز الأول نادر أسامة عمل مجهود ضخم جدا 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 في هذا العمل لأن العمل متأثر بالثقافة العربية وفيه كلمات عربية مكتوبة بالإنجليزية جوال عمل والمقصود بتاع هذه الكلمات يمثل حاجة تانية خالص عن المقصود الأصلي أو المعنى الأصلي لها بلغتنا فإدر نادر يعمل لي الكلام ده من غير ما يلغبطني فلو كانت ترجمة العمل ده صعبة لأي لغة تانية فأعتقد إنها اللغة العربية أقرب إلى الاستحالة ونجح فيها العبقاري نادر أسامة بمنتهى القوة إن شاء الله أنا بجهز الفيديو اللي احنا اتفقنا عليه أنا وإنت الفيديو المقارنة ما بين الرواية وما بين الفيلم الحاصل على خمسة أوسكر عشان كده مش هنفرد قوي في الكلام عن العمل ده ولكن هتديك فكرة بسيطة عنه أحداثه بالدور في المستقبل البعيد بعد 20 ألف سنة من دلوقتي في كوكب أراكس الصحراوي زي ما انت شايف كده الإسم حتى متأثر بكلمة أراكس بنسرت فيها قصة صعود إسطورية للبطل الصبي بول إتريديس اللي أهل هذا الكوكب حيسموه المؤدب الرواية بتقدم ميكس شديد الإثارة ما بين الخيال العلمي والمغامرة والصوفية والقضايا البيئية والتصحر والسياسة كل ده في توليفة متأثرة بشدة بالثقافة العربية وتحديدا البدوية في عمل من أمتع ما قرأت العمل التالي وهو مالوش فيديو منفصل زي معظم العمال اللي هتبقى موجودة في فيديو النهاردة أو في بقية فيديو النهاردة في قراءات شهر مارس الله لا يرمي النارد محمود علام إصدار داركان الكتاب ده ينفع نقول عليه نفس اللي قلناه على الكتابه السابق اللي صدر في معرض الكتاب وقلت عليه المدخل الرئيسي اللي حببني أنا في الفيزياء مع أني كنت بكرهها طول عمري اللي هو خلف حافة الكون الكتاب عبارة عن تجميع على مقالات علام اللي بيتكلم فيها عن النظريات الفيزيائية الصعبة زي النسبية والأبعاد والفيزياء الكونية بيقدمها لنا بأسلوب وهو الأدب الساحر جدا في بساطة وسهولة بأمثلة قصصية ممتعة للغاية وكمان مدعومة بالصور والمصادر بيكلمنا في الكتاب ده عن الأوطار الفائقة عن زمن بلانك والألغاز الفيزيائية وغيرها كتاب ممتع جدا 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 ولكن الحقيقة أنا مراجعتوش لأن أنا حاسيتها مش هقول فيه جديد لأنه ينطبق عليه زي ما قلنا كل الكلام اللي قلناه في الكتاب الأول معاد اختلاف المواضية طبعا الكتاب التالي وبرده بلوش مراجع عندنا على القناة وهو كتاب عظماء في طفولتهم تأليف محمد المانسي أنديل طبيعته الأديم عن دار المعارف وطبيعته الجديدة عن دار الكرمة وانا سمعته صوتيا على ستوري تلك الكتاب بيتناول قصة عشرين من المشاهير أو العظماء في الوطن العربي وقصص عظمتهم المبكرة أثناء الطفولة لغته طبعا زي لغة المانسي لعب قرية جدا فصحة بديعة جميلة جدا 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 ممتعة للغاية كل قصة من دول تقريبا من خمس لعشر صفحات طبقا للمدة الصوتية لانا سمعتها والحقيقة أن الكتاب مش بيقتصر بس على الوطن العربي إن كان أكتره من العرب أو الوطن العربي ولكن في ناس من بره زي ماري كوري مثلا ونابليون بونابرت بيتناول مواقف من طفولة بعض من الزعماء زي مثلا جمال عبد الناصر صلاح الدين الأيوبي الأدباء زي العقاد وطه حسين الكتاب موجه في المقام الأول للناشئة أو الأطفال برغم اللغة القوية زي ما بقولك إلا أنها سلسة وسهلة ونعمة جدا الفكرة الحقيقية اللي أنا مش قادر أحددها لأن أنا ممسكتش الكتاب الورقي ومش عارف مذكورة فيه ولا لأ هل الوقاعة دي حقيقية ولا من خيال المؤلف لأن الكتاب مش موضح أو مش مكتوب عليه أنه هو مجموعة قصصية تبقى من الولافة اللي أنا شفته القديم أو الجديد سواء حقيقة أو خيال أنا أعتقد أنه هو كتاب ممتع جدا جدا ويصلح لمدخل للأطفال عشان يتعرفوا على شخصيات زي غندي نابليون إيديسون تولستويو بن خلدون وجابر بن حيان الكتاب التالي اللي مش هفرت في الكلام عليه عشان هيبقى جزء مهم جدا 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 من عودة سلسلة تقنيات الكتابة أو ورشة الكتابة إن شاء الله في المستقبل متلازمة الورقة البيضاء التأليف فتحي المزين إصدار دار لأن نشر التوزيع الكتاب صغير جدا ولكنه قيم على فكرة مهمة جدا سدت الكتابة بلوك الكتابة رايترز بلوك إيه هي؟ إزاي نعرفها وإزاي نتغلب عليها؟ من تلخيص الكاتب اللي تجربته هو وتعامله مع أدباء وكتاباتهم اللي تتكلم في الموضيع دي على سبيل المثال للحاصر أحمد خالد توفيق زين بيقول لك الكتاب مهم جدا 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 وبيتكلم في موضوع مش موجود بكثرة في المكتبة العربية قانون الذكريات محمود علام إصدار دار ديوان الخليجية مش المصرية مجموعة قصصية أنا رشحتها في فيديو ترشحات قصص قصيرة بالمجال الخيال الألمي بيقدم فيها محمود علام قصص قصيرة ممتعة للغاية ولكنها مش للمتعة بس بيربط فيها ما بين القصة القصيرة والنظرية الفيزيائية اللي احنا لسه متكلمين عليها في الكتاب اللي اتكلمنا عليه من كام كتاب أو من كام دي قفاته فبيجب لك النظرية ويوظفها جوا القصة القصيرة هنا فيقدم لك الإمتاع والمعلومة بمنتهى القوة والمرة التانية أشيد بفخامة الطباعة والإخراج الفني لهذا العمل واخد بالك أننا ماشي كده الخط الشهردة خيال الألمي قوي الوعاء الخاوي للكاتب الحرباء باسمة خشنة بعد ما قدم لنا فانتازيا بعد ما قدم لنا رعب بيقدم لنا ساي فاي أو خيال ألمي في حبكة مستقبلية جميلة جدا مركزة جدا سريعة الأحداث بشكل لا يصدق بينجح أنه هو يقدم ميكس مختلف ما بين 3 أنواع ما ينفعش للجمع مع بعض الفيديو جيمز الأفلام والروايات فلو أنت بتحب الألعاب اللي أنا هقول لك عليها دي Mass Effect Deus Ex Fallout أو بتحب أفلام زي دون Star Trek Star Wars هتحس وإنت بتقرأ هذا العمل أن أنت بتقرأ وبتلعب وبتتفرج في نفس الوقت ولكن في نفس التوقيت باسم ما بيخلش بقواعد الكتابة الأدبية فبيقدم لنا شخصيات رمضية حلوة جدا بيقدم لنا كوميديا سوداء بيقدم شخصيات غير كاملة بشرية حقيقية زينا وزيها شخصية قوية للبطل وبيتغير مفهومه عن الخير والشر وعنده بعيب في النطق وغيرها كتير مش عايز أحرق فيها لأن مراجعتها حلوة قوي وأنا بحبها العمل التالي هو رواية السيادة الزجاجية للكاتب عمر العدلي في أول تجربة ليا معايا إصدار دار الشروق وسمعتها على تطبيق إقرأ لي الأشيد بي بشدة 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 فالعمل نازل في معرض الكتاب 22 ونازل من الشهر اللي فات على تطبيق إقرأ لي بلغة قوية جدا بسرد ممتع للغاية وشيت كمان بالعمل نفسه وبقلم عمر العدلي فزي ما بقولك دي أول تجربة ليا مع الكاتب وبسهولة وسرعة جدا بقى واحد من كتابي المفضلين الرجل ده من الرعيل القديم من عمالقة الكتاب على طول أعماله بتنافس في فئة كبار الأدباء في جواز أدبية مهمة زي جهزة سويرس مثلا لما لقيت قدامي العمل في تطبيق إقرأ لي مفكرتش مرتين ونزلته وسمعته والحقيقة استمتعت بي جدا ومش نوح رأهولك خالص الفيديو ده لأنه سيبقى ليه فيديو منفاصل ولكن أقدر أقولك إنه هو واحد من أفضل قراءات السنة لحد دلوقتي وأقدر أقولك إن نهاية هذه الرواية أبكتني مرتين بعد ما انتهيت من السيدة الزجاجية حسيت بفراغ جوايا غير طبيعي الرواية كسرت حاجة ورجقت بانتها تاني برغم إن أنا مشترك في التطبيقين ستوري تيل وإقرأ لي أعادت أقلب فيهم ده في أعمال جديدة وده في أعمال عظيمة ولا عايزة أردها ولا عايزة أردها فلقيت ملاذي في رواية أوراق شمعون المصري للمرة الثالثة فأنا أردتها ورقيا وسمعتها صوتيا وسمعتها الشهاردة تاني صوتيا ورجعت أنبهر تاني ورجعت أتأثر تاني لدرجة إن أنا أقسم لك إن في مشهد أنا كنت بسمعه ونسائل عربية عينية بتبكي ووشي بيتحك النسخة الصوتية لهذا العمل فيه إبهار جامد جدا بتقدم حقيقة والتي مختلف عن اللي إحنا متعودين فيه عن القراءة الصوتية المعتادة بتقدم لك فكرة المسلسل أو الفيلم المسموع بتقدم لك مؤثرات صوتية صوات الجمال والحروب بتقدم لك موسيقى تصويرية ليئة جدا على الأحداث بتقدم لك ناس إحنا تربينا على أصواتهم في المسلسلات التاريخية زي أشرف عبدالغفور وإحمد مهر وضيف عليهم محمد خميس أو لشين في فيلم مسموع من المتعة المقترة العمل التالي إن جاستيس ظلم آلها بيننا الجزء الأول من هذه الملحمة ترجمت محمد أحمد جمال إصدار دار عصير الكتب السنة اللي فات العمل ده الحقيقة المفروض يتفرد له فيديو أنا مش عايز أفرد له فيديو لإن أنا شايف إن المحتوى عندنا بقى فيه كوميكس كتير وإنتم ما بتتفرجوش على الكلام ده والفيديوهات محدش بيشوفها فلو إنت عايز أقولي في التعليقات الكتاب ضخم جدا زي ما إنت شايف هارد كوفر في منتهى الجمال والشياكة بص الحلاوة بيتكلم في قصة غريبة جدا بتفترض إن حصلت مشكلة ومراض سوبرمان حامل والجوكر بيتدخل بيسيب منطقته مع باتمان اللي بيخسر فيها كل مرة ويروح عشان يكسب جولة مع سوبرمان فيتسبب في موت مراته والراضيع اللي في بطنها وتدمير مدنته بالكامل في انفجار نووي من هنا تحصل لوثة أو إنسيكوريتي لشخصية سوبرمان فيروح يقتل شخصية الجوكر ويبدأ يحاول يقضي على الشر من منابته فيتحول هو شخصيا لديكتاتور يحكم البلد وبعدين يتطور الموضوع لأنه هو يحكم العالم ويحصل انقسام ما بين الأبطال الخارقين الجزء يبقى مع سوبرمان شايف إنه هو صح عشان يقمع الشر في بداياته والجزء مع باتمان بيشوف إنه إحنا ما نقدرش نمارس الوصاية عليهم ونخش في حروب وسجالات وانتقالات في أرجاء هذه الرواية الملحمية المكتوبة بعبقرية الاثنين دول هي آخر قراءات الشعر وممكن نتكلم عليهم هما الاثنين مع بعض عشان هما الاثنين كانوا في فيديو واحد مجاذيب النشوة وفرق توقيت والاثنين تأليف دكتورة إيمان مرزوق والاثنين إصدار دار النخبة للنشر والتوزيع الاثنين مجموعات قصصية صالحة تماما لأنها ترجعك من بلق القراءة وتنفع كترشيحات نظيفة جدا عشان تقراها في شهر رمضان الاثنين برغم أن عدد صفحاتهم ما يتجاوزش الميت صفحة لكل عمل فيهم إلا أنهم بيقدموا مجتمعين أكتر من 150 قصة قصيرة سلاش خاطرة سلاش مقال سلاش أي حاجة تيجي في خيالك منطقة وسيطة ما بين كل الحاجات دي بلغة عذبة جدا شعرية جدا بطراعي السجعة ما بين أرجاء البيت الشعري أو القصة النثرية بتتكلم كلها على مشاعر أو أحاسيس كل قصة أو كل صفحة أو كل مقالة من دي هتقدم لك حاجة عبارة عن دفقة من شعور واحد محدد حب كره خيانة وغيرها ده ما يمنعش أن احنا برضو بنتناول مواضية مهمة جدا زي التفريق العنصرية تقبل الآخر وجهتين النظر لموضوع معين مخالفين ولكن من مكان واحد وغيرها كتير عملين ممتعين جدا جدا وزي ما بقولك ينفع بمنتهى السهولة يرجعوك من بلوك القراءة ولو وصلت معي لحد هنا فانت بطل وصحبي وحبيبي وكفاءة وتحية لك من قائد كوكب الكتب فيديو طويل جدا اتكلمنا فيه على قراءات شهرين مارس وفبراير بإجمالي 28 كتاب ما بين الروايات والقصص والكتب الغير رواية والأعمال الكوميكس والقصص القصيرة كمان واللي بقى فيه ايه من الحاجات اللي اتكلمنا عليها دلوقتي ملهاش فيديو منفصل تحب يبقى ليها تعالي التكلم في التعليقات زي اللي كان أحسن التعليقات ترشيهات ومراجعات بتطلع من مجتمع كوكب الكتب يعني انت ما انسى اشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتدعمني بلايك وتشاهر هذا الفيديو اما بقى لو عاستو اشباع القراءة اللي بقى وتختار كتابك اللي جاي صح هزهر قدامك على الشرش دلوقتي سلسلة قراءات سنة عشرين اتنين وعشرين اللي فيها قبل ده تجميعة قراءات شهر يناير روح اتفرج عليها اشوفك هناك سلام